طيب نروح لمحافظة البحيرة مزرعة في هذه المحافظة بتستخدم تقنيات متطورة جدا للتكيف مع التغير المناخي المزرعة دي عبارة عن صوبات زراعية آلية بيتم من خلالها تتبع مراحل نمو المحاصيل بشكل لحظي بيتم استخدام تربة بديلة مصنوعة من الألياف جوز الهند عشان تحافظ على المحصول بدون استخدام أي مبيدات في مزرعة في البحيرة بتستخدم تقنيات متطورة للتكيف مع تغير المناخ المزرعة دي عبارة عن صوبات زراعية آلية بتخضع للمرأبة وتتتبع حالة المحاصيل ونموها في كل دقيقة علشان تتجنب أي تأثيرات سلبية على المحصول المزرعة اسمها توليمة ومعناها هيا بنا نزرع بلغة البانتو مساحتها 25 ألف متر مربع وكانت قبل كده بيتم زراعتها بالطرق التقليدية المعروفة لكن ملاك المزرعة قرروا أنهم يعملوا تجربة مختلفة من خلال استخدام تقنيات الزراعة المائية والعمودية التقنية دي بتعمل على زيادة المحاصيل وفي نفس الوقت بتوفر المياه والطاقة ده غير أن ملاك المزرعة بيتجنبوا بشكل تام استخدام المواد الكيميائية الضرة علشان لاستدامة وخلو المحاصيل من المبيدات في الزراعة كمان في الصوبات دي بيتم استخدام تربة بديلة مصنوعة من ألياف جوز الهند وحويات بلاستيكية معاد تدورها لزراعة المحاصيل بتقنية الزراعة المائية وده بيساعد على الاستفادة القصوى من المساحة وزيادة العائد مقارنة بتقنيات الزراعة التقليدية احنا هنا بنختلف عن الزراعة التقليدية بان احنا بنستعمل طربة بديلة للزراعة احنا بنستعمل هنا منتج اسمه كوكوبيت وهو شعيرات جوز الهند المطحونة عشان نطلع الزراعة بتاعنا في مكان خالي من الأمراض خالي من الأعفان خالي من البكتيريا وخالي من أي حاجة ممكن تضرني طالع من الطربة نفسها زيادة على كده احنا بنزرع جوه أكياس مصنعة من الأزايز البلاستيك المعدة دورها بنزرع بدايرة مية مغلقة بتخليني أعرف أحافظ على 90% من المية بتاعتي أنا هنا في الصوبة دي بستعمل 10% من نفس المساحة اللي ممكن تكون موجودة في أرض خارجية عشان أطلع 10 أضعاف الانتاج اللي موجود برد المزرعة بتتكون من عدد من حويات الزراعة العمودية اللي بيتم التحكم في بيئتها الزراعية وبتسمح للمحاصيل بالنمو بشكل عمودي وده بيحقق الاستفادة القصوى من المساحة مع استهلاك 20 لتر فقط من المية كل أسبوع ده غير إنه سياسة عدم استخدام المبيدات الحشرية بتوفر تكلفة الانتاج وفي نفس الوقت بيكون فيه طلب كبير على المحصول الناس بيتهيق لها أن سعر المنتج بتاعنا هيب عالي جداً علشان هو منتج باستي سايد فري وعشان هو مزروع بتكنولوجي عالي جداً لكن العكس صحيح التكنولوجي بيوفر لي تكلفة وعلشان ما برشش دي لوحدها تكلفة كبيرة جداً بتتوفر علي التكنولوجي اللي أنا بستخدمه بيرفع لي الانتاج بتاعي ما بين 10 إلى 15 ضعف في نفس الركعة الزراعية بنفس العمالة اللي موجودة فبالتالي التكاليفي بتقل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة